اشتركوا في القناة الجيش الليبي يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق بضواحي ترابلوس تركيا تعلن أنها ستنفذ عملية عسكرية جوية وبهرية شرقي الفرات في سوريا وقوات السوريا الديمقراطية تعلن أنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم تركي غير مبرر نجدد لكم التحية من جديد أفادت مصادر مطلعة بإصابة عشرات العراقيين برصص قوات الأمن أثناء تفريق تظاهرات جديدة خرجت اليوم في بغداد للمطالبة بإسقاط الحكومة يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه سلطات العراقية اليوم حظر التجوال الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحدى المحتجون بينما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية سقوط نحو مئة قتيل وأكثر من أربعة ألاف جريحنا خلال أربعة أيام من الاحتجاجات الدامية مواجهات العراق تود بحياة عشرات القتلى وتسفر عن إصابة الألاف والشرطة تعتقل أشخاصا بصفوف المتظاهرين بتهم التخريب والحكومة تدعو العراقيين لعدم الالتفاف حول من وصفتهم بدعاة العودة إلى الوراء هكذا يبدو المشهد في بلاد الرافدين التي تحولت عاصمتها بغداد إلى مدينة أشباح خلال الأيام الماضية وأؤكدوا أن صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا وقد وصل إلينا جليا واضحا وإن مطالبكم بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والاهتمام من الشباب والإصلاح الشامل هي مطالب حقها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتوفير متطلبات المواطنين تشريع أو تسمية أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي سيساعد برسم سياسة الدولة بالتعينات وتوفير الوظاف حسب حاجة الدولة وحسب حاجة مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو كانت حيات مستقلة وحتى على مستوى المؤسسة العسكرية هذه التفاصيل كان المفروض أن نشتغلها من زمان ولكن جرس الأنذار المتوالي من المتظاهرين وتقدمهم بالشكر يسرع من هذه الإجراءات كانت شرارة المظاهرات قد انطلقت في بغداد قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب وتبع ذلك إغلاق الشرطة للشوارع الرئيسية والفرعية في بغداد بالكتل الأسمنتية والآليات المدرعة وتم فرض حظر التجوال في عدد من المدن وأرسلت سلطات تعزيزات إلى شرق بغداد لكثافة السكانية العالية كما أرسلت قوافل عسكرية إلى الناصرية وهي المدينة التي شاهدت أكثر أعمال العنف كثافة وبعد عامين من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي حظي العراق بالسلم وارتفعت صادرات النفط لكن العراقيين يقولون إن هذا لم يعد عليهم بفائدة تذكر في ظل استمرار تدعي البنية التحتية وقلة فرص العمل ومع تصعد الأوضاع في العراق ربما تجد حكومة عادل عبد المهدي بعد عام من توليها السلطة صعوبة في السيطرة على هذه الاحتجاجات على الرغم من أنه لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علنا فهل تنجح محاولتها للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من بغدادة دكتور فاضل البدراني الإعلامي العراقي دكتور فاضل مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أهلا بحضرتك برغيك هل قرار إلغاء حضرة تجوال في العراق هل هذا القرار سيصم في تهديئة الشارع العراقي الثائر من وجهة نظر حضرتك أصلا قرار حضرتك جوال الذي قرب منذ يوم أول أمس كان بالتأكيد عقوبة جماعية للمواطن العراقي ارتفع تسعار المواد الغذائية وكل البضاء والسلع وهناك تسبب بحالة تذمر للمواطن العراقي حتى الذين لم تكن لديهم رغبة بالتشاركة في المظاهرات أصبحت عملية ضرب خبر التجوال خلقت نوع من التذمر وكذلك نوع عمقت الفجوة مع المواطن في شكل عام إضافة إلى قطع شبكة الانترنت والشبكة التواصل الاجتماعي هذه إجراءات أعتقد أنها ليست إيجابية لربما هي تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي قامت فيها الحكومة الإجراءات الأمنية التي أوصلت عدد الشهداء إلى مئة شهيد تقريباً وأربعة آلاف جريح أعتقد أن الإجراءات الحقيقية كان الأولى أن تقوم الحكومة بمعالجة وتدارك الوضع والاتفال مع الجان التنفيقية ومع ممثلية المتظاهرين ومحاولة وقد هذه العملية والحراك الشعب الذي يثير اليوم الخامس والمظاهرات مستمرة والحكومة ما زالت فقط ببيانات لم يكن هناك أي قرار من الحكومة يلامس وجدان المتظاهرين فيما يتعلق بالتعيين فيما يتعلق بالقضاء على الفاسدين فيما يتعلق بجملة الإصلاحات التي دعا إليها الشباب نعم بالطبع دكتور فرد نعم يعني كان هناك اليوم اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء العراقي أحد العبد المهدي مع عدد من القيادات الأمنية أهم النتائج التي لمستها بعد انتهاء هذا الاجتماع الأمني هي كل الاجتماعات الأمنية سلسلة الاجتماعات الأمنية التي دارت في بغداد منذ بداية الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات كانت بفقد مواجهة المتظاهرين أكيد رئيس الوزراء وأنا حسب معرفتي أنه لا يقبل التجاوز على المتظاهرين بهذه القسوة التي أدت إلى هذه الحصيلة من القتلى والجرحة ولكن يبدو أن هناك بعض الجهات الأمنية التي لم تسمع كلام الحكومة وكانت لديها رغبة بمواجهة المتظاهرين بعنف والعنف تأمن يولد ردة سعل وأكيد يولد عنف وهذا ثبت لتعميق الفجوة ما بين المتظاهرين والحكومة استفعيد يستمر المتظاهرين اليوم التقوا ب بعض منهم التقى برئيس البرلمان برئيس الحكومة وكانت مطالبهم مطالب ثقم عالي وهي ضمن المسؤولية الوطنية أعتقد ينبغي أن تحترم من قبل الحكومة والبرلمان ومن قبل الشارع العراقي طالبوا بإقالة الحكومة والبرلمان وبإقالة المجالس المحافظات العراقية باعتبارها نواة الفساد وكذلك بإقالة مفاوضية الانتخابات والأمر أيضا شمل القضاء العراقي هذه جملة نقاف مهمة وكان المفروض الحكومة العراقية لا تلجأ إلى موضوع المواجهة بالعنف دكتور فاضل ولكن ترضي الأوضاع المعيشية في العراق يعني ليس حديث العاد بل نستطيع أن نقول أنه منذ اجتياح منذ الغزو الأمريكي للعراق من وجه نظر حضرتك ما هو السبيل للخروج من هذا النفق الضيق حتى إذا جاءت حكومة جديدة عراقية لا تقع في هذه المعضلة مرة أخرى إذا سلمنا بأن هذه الحكومة أو شكت على الرحيل يبدو أنها أن الحكومة إذا استمر الحراك الشعبي بأيام أعتقد أن الحكومة سوف ترحل لا مجال يعني واضح أنه هذه الإعداد الكبيرة من الضحايا والشهداء والضحايا هذه تحصل لأول مرة في العراق شهدنا سترة المظاهرات والحراك الشعبي والسياسي منذ أعقاب الغزو والاحتلال الأمريكي مطلع 2003 وحتى اليوم هذه فلسلة المظاهرات متواصلة ولكن لم تصل لم تتجاوز المظاهرات عدد أصابع يدي نعم هذه المرة أصبحت تصل إلى رقمية وأربعة آلاف تريخ إذن بالنتيجة الفجوة كبيرة ولأن ثورة الزياع أصبحت ثورة بصوص عالي الشاب العراقي هو الذي ظهر لم يظهر كبير السن لكن اليوم ظهر الشاب العراقي والشاب الذي هو أصلا عبارة عن غاروت يتفجر بأي لحظة ما لم تكن هناك رعاية تربوية وإنسانية ورعاية عدية ورعاية خدماسية بالتوظيف في فرص العمل نعم دكتور فاضر نعم دكتور فاضر البدراني الإعلامي العراقي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك جدد الأمين والعامل جماعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط تأكيد دعم الجامعة الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد عرب أبو الغيط عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في العراق خاصة حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهد العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية كما أبدأ أبو الغيط أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحة في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن العراقية من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تأييده للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد كخطوة لوقف تصعيد من جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك أن جوتيريش يتابع عن كثابة تطورات في العراق ويدعو الحوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية لإحثواء الأزمة مع حلول الذكرى السادسة والأربعين على حرب السادسة من أكتوبر ما زال العديد من الخبراء العسكريين يؤكدون على أنها تعد من أعظم المعارك العسكرية في القرن العشرين أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدر أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة الثلاثة وسبعين ست واربعون عاما يسطرها التاريخ على انتصار مصر في حرب السادس من أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين انتصار كان من أعظم الانتصارات العسكرية في القرن الماضي وميلاد جديد وعلامة فارقة في تاريخ مصر الكنانة والأمة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها انتصار مصر العظيم في حرب أكتوبر جاء نتيجة حتمية لتضافر جهود كافة الأجهزة وستظل مصر تحتفل بهذه المناسبة وتخلدها بإلقاء الضوء على ملحمتها الوطنية وتقدم للأحفاد والأجيال التي لم تعيش تفاصيل هذا الانتصار قدوة تزكي روحهم الوطنية وتحدثهم عن تضحيات الأجداد من أجل أعلاء معنى العزة والكرامة وتحكي لهم سيرة جيل افتدى تراب أرض بلادهم بالدم وكان قرار حرب أكتوبر النتيجة الطبيعية لطريق المسدود الذي وصلت إليها الجهود السياسية والديبلوماسية فحالة لا سلم ولا حرب تخدم الاحتلال الإسرائيلي وتستنزف طاقة المصريين البشرية والاقتصادية واستكملت القوات المسلحة استعداداتها للعبور ونجحت في تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر وفي ست ساعات اقتحمت القوات المسلحة أضخم مانع مائي بعد إقامة كبار العبور وفتح الثغرات في الساتر الترابي بمدافع المياه لم تكن حرب أكتوبر مجرد معركة عسكرية استطاعت فيها مصر أن تحقق انتصارا عسكريا على إسرائيل بل كانت اختبارا تاريخيا حاسما لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم التحذير وإزالة آثار العدوان إلى حقيقة فحرب أكتوبر أبهرت العالم وقلبت الموازين كانت نقطة فارقة في تاريخ المنطقة وأثبتت عبقرية الجيش المصري وعزائم المصريين التي تقهر المستحيل وتأتي الذكرى السادسة والأربعون لحرب أكتوبر في وقت يواصل فيه أبناء مصر جيشا وشعبا ملحمة البناء ويحققون مع كل إنجاز على أرض الوطن عبورا جديدا نحو المستقبل فروح انتصارات حرب أكتوبر ستظل باقية في وجدان كل مصري شاهدا لكل الأجيال على ترابط وقوة وعمق العلاقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وتضحيات جنودنا البواسل ينبو لنا من محافظة بورسعيد مراسل أنيل محمد الخطيب محمد ما أجواء الاحتفالات لديك في بورسعيد بالذكرى السادسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة نعم بالفعل محافظة بورسعيد لا تحتفل اليوم فقط بل كان هناك على مدار شهر العديد من الاحتفالات نظمتها وزارة الثقافة في العديد من المراكز الشباب هنا في محافظة بورسعيد استعدادا للاحتفال بذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة يعني أنا الآن معاكم من محافظة بورسعيد ومن موقع مختلف هذا الموقع له دلالة يعني يحدثنا عنها الأستاذ محمد دوسوكو هو ممثل وزارة الثقافة للحديث أكثر عن تفاصيل الاحتفالات الموجودة في محافظة بورسعيد وما دلالة هذا المكان الذي أقف فيه حاليا سيد محمد راحب بيكي فاندم على شاشة النيل خليني أخد رمزية المكان اللي احنا موجودين في الوقت أولا كل سنة من طيبين وكل سنة وشعب مصر بخير وسعادة وكل سنة وشعب مصر بالعزة والكرامة كل سنة وكل الأمة العربية بعزتها وكرامتها في ذكر 6 أكتوبر المكان ده له دلالة عندنا احنا هنا لما نجي نبص على المكان ده هنلاقي فيه كارات السويس ولقاها مع البحر الأمن التوسط ده بوابط الشرق المصر وده كانت مطمع من أيام 56 لغاية حتى بعد حرب أثناء حرب السنذاف قبل 73 بشارة كان فيه هنا اتنين توربيد اسمهم إيلات جايين على بورسعيد عشان يخشوا من بورسعيد على القاهرة إلا إن كان أبطالنا قوات البحرية جابتهم هنا في الموقع ده بالتحديد وهو مدخل الشرق لمصر والعالم فلو له دلالة كبيرة لحرب أكتوبر أتكلم بقى على استعداته ازاي للاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر في محافظة بورسعيد؟ احنا كنا من خلال مبادرتنا ثقافة بلا جدران بحضائق بلا أسوار ودي مبادرة متميزة في بورسعيد بما كنا بنعمل كل احتفالات بقالنا في شهر بالزبط بنعمل احتفالات للشعب البورسعيدي وضيوفه حتى قبل دخول المدارس كنا نايمان بنمارس نشاطنا بالتعاون مع الثقافة ومع الشعب الرياضة ومع التربية والتعليم لأنشطة مختلفة لفرق فنية مختلفة كنا بنجمع كل أهلين بورسعيد على صهرة مسائية لصيف بورسعيد الجميل وكنا بنغني أغاني وطنية ما بين موسيقى عربية ما بين فن سمسمية ما بين فن تلقائي فنون شعبية كالقاء الشعر كل ده كان متواجد بشكل متميز جدا جدا في حضائقنا هنا بورسعيد شكرا كيف أندم يعني دي كان الجزء الأول من اللقاء الجزء الثاني معايا يعني أبناء بورسعيد وهو يعني متميز في إلقاء الشعر يلقي شعر عن حبه لمصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر سليم إزايك؟ الحمد لله يلا جاهز؟ جاهز يلا قل لي بقى الشعر صباح الفل يا بلدي يا ست الكل صباح النصر يا مصر صباح العزة والفخر صباح أكتوبر الغالي أهم وأعظم الأساطير صباح الخير صباح ذكرى أكيد هتعيش لأعظم شعب وأعظم جيش وكل أكتوبر يتلون بلون نصر صباح الفخر صباح أنفاء توصلنا وتوصلنا عبور تاني بعد عبور وسينا الغالية شايفة النور طول ما أدينا شغالة مصر بخير وإحنا بخير طول ما أدينا شغالة مصر بخير وإحنا بخير وبكرة الجاية عشان خيره كتير شكرا يا سليم شكرا يعني زي ما تبعت معنا دي كان ده كان آخر يعني أو الجزء الثاني من لقاءنا النهاردة يعني أصغر شاعر في محافظة بورسعيد يلقي شاعرا عن حب وانتماءه للوطن وما ولست مستمرين معاكم في تغطيتنا للاحتفالات الموجودة في محافظة بورسعيد بعد قليلها أو في خدمة إخبارية أخرى هيكون لنا لقاء مع فرق السمسمية والفلكلور الشعبي في محافظة بورسعيد أعود إليك مرة أخرى شكرا لك محمد القطيب مراسل أنيل من محافظة بورسعيد أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 511 لعام 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر وتشكى تم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية استعراض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية في تصدي لتركمات القمامة خلال عام بتنسيق مع الوزرات المعنية والمحافظات وقد شدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين والتواصل والرد عليهم مشيدا بما يبذره العاملون في المنظومة من جهود وتنوع وسائل لتلقي شكاوى للتسهيل على المواطنين كما استقبلت المنظومة أكثر من 183 ألف رسالة وصورة من المواطنين حول تركمات القمامة وتم إزالة أسباب 93% من إجمال الشكاوى بعد تفعيل أرقام هاتف محمول وخط ساخن لاستقبال رسائل وشكاوى المواطنين مع صور على الواتساب لأماكن تركم أكوام القمامة واستحوذت محافظة القاهرة على العدد الأكبر من شكاوى المواطنين الواردة بنسبة 36% لها الجيزة ثم القليوبية تتوصل أعمال وفعاليات معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية والذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر يعتبر معرض تراثنا الذي يشارك فيه أكثر من 500 عارض من أكبر المعارض المتخصصة في مجالي الحرف اليدوية والتراثية ويهدف لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم وتشجيع أصحاب المشروعات على التوسع علاوة على توفير فرص عمل جديدة وتبادل الخبرات بين صغار الحرفيين ومن معرض تراثنا بمركز المنارة للمؤتمرات ينضم إلينا مراسل أنيل يسين سيف يسين كيف تتابع فعاليات المعرض لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية سواء من حجم الإقبال أو تنوع المعروضات نعم بداية تحياتي لك أحمد وتحياتي لمشاهدين الكرام في كل مكان بالفعل ما زالت مستمرة فعاليات معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية هنا في مركز مصر للمعارض الدولية والذي بدأ منذ يوم ثاني من أكتوبر ويستمر حتى غدا السادس من أكتوبر هذا المعرض يشمل ويحتضن أكثر من 500 عارض من الصناع والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هذا المعرض يحتوي على عشرات بل مئات السلع والمنتجات لأكثر من ثلاث عشرة حرفة منها المنسوجات الملابس المفروشات السجاد وأيضا المصنوعات الجلدية مصنوعات النحاس ومصنوعات أيضا الزجاج والإكسسوارات والكثير من احتياجات الأسرة المصرية يعني منذ قليل وعلى مدار اليوم كانت لنا العديد من الجولات هنا في المعرض لمسنا إقبال كثيف من قبل جمهور الزائرين بالمعرض خاصة وأن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائم بتنظيم هذا المعرض يوفر وسائل للانتقال ووسائل مواصلات من وإلى المعرض تحديدا من أماكن وسط القاهرة بميدان التحرير وأيضا من منطقة مصر الجديدة من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى تمام السادسة والنصف مساء بواقع أوتوبيس على كل ساعتين ذهابا وإيابا يعني من جانبهم أشار العارضون فرحة غامرة بهذا المعرض الذي يعد نافذة طموحة لتسويق منتجاتهم والتعريف بجودة المنتج المصري الذي يضاهي كثير من المنتجات المستوردة ويوفر على الدولة الكثير من العملة الصعبة لمنع استيراد الكثير من المنتجات التي تنفسها المنتجات المصرية الأصيلة يعني هذا المعرض بيحتضن جميع محافظات مصر هنا على أرض مركز مصر للمعارض الدولية محافظة المنوفية هي ضيف شرف المعرض أيضا سيناء الغالية أرض الفيروز حاضرة هنا وبقوة بشمالها وجنوبها عبر العديد من المصنعين والمبدعين في المغالات المختلفة منهم من يعرض الملابس والحلي والسجاد وأيضا أدوات المائدة والعديد من المنتجات والسلع التي لا تستغنى عنها المنازل والأسر المصرية يعني أيضا التقينا بالعديد من جمهور الزائرين بالمعرض أكدوا جميعهم رضاءهم التام وإعجابهم الشديد بما لقوا من جودة عالية في منتجات المعرض وأيضا أسعار مناسبة يعني تنافس الكثير من مسيلاتها في الخارج وهذا المعرض مستمر يعني حتى الغد تستمر فعلياته من العاشرة صباحا وحتى تمام العاشرة ندعو مشاهدين الكرام وجمهور الزائرين لزيارة هذا المعرض في آخر أيام أشكرك زميل يسين سيف على نقل الصورة كاملة من معرض تراثنا بمركز المنارة للمؤتمرات أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على الأجواء في دواحي العاصمة ترابلوس ومحاصرته عناصر قوات حكومة الوفاق وأقال ناطق رسمي باسم غرفة عمليات الجيش الوطني أن الجيش تمكن من السيطرة بشكل تام على الأجواء من خلال الغارات المستمرة التي يشنها على مواقع قوات الوفاق في دواحي العاصمة ترابلوس يتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه اجتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الوفاق في محيط مطار ترابلوس ومحور معسكر اليرموك جنوب العاصمة الليبية ترابلوس أعلن الرئيس التركي رجب طايب أردوغان أن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية في شرق الفراط في سوريا بزعم إرساء السلام هناك من جانبها أعلنت قوات سوريا ديمقراطية المدعومة من واشنطن أنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم تركي غير مبرر وكانت المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا قد أعلنت أمس دعم أي عملية تركية عبر الحدود ضد المقاطرين الأكراد في شمال شرق سوريا جاء ذلك على الرغم من ارتفاق أنقر وواشنطن على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا على طول الحدود مع تركيا بهدف طرد مسلح وحدة حماية الشعب الكردية السورية من حدودها بضغط تركيا تم تسير دورية مشتركة جديدة لمرة ثالثة بين قوات تركيا ونظيرتها الأمريكية شرقي منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة السورية في إطار تطبيق اتفاق ما يعرف بالمنطقة الآمنة شرقي الفراتة الدورية المشتركة المسيارة تتألف من أربع آليات تركية ومثلها أمريكية وتتحرك بعق 6 كيلو متر داخل الأراضي السورية في عملية تبررها أنقر بأنها تهدف إلى الحفاظ على أمنها واستقرار حدودها بينما يتخوف مراقبون من أن تكون غطاء لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستانية الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية تم تسيير دورية مشتركة شاركت فيها أربع عربات من الجانب التركي وأربع من التحالف بوسطة الولايات المتحدة الأمريكية وعبرت من قرية الرفة باتجاه قرية العيساوي باتجاه قرية زعزوعة وهم في طريقهم إلى محيسن ومن بعدها إلى القنيطرة وتم رجوع العربات التركية إلى مكانهم ضمن الأراضي التركية وفيما يتخوف الأكراد من تلك الدوريات المشتركة والخطة التركية لإقامة ما تعرف منطقة آمنة على الحدود المشتركة مع سوريا تعهدت المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا بدعم أي عملية عبر الحدود تلوح بها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد وأعلنت أيضا المعارضة السورية المدعومة من تركيا أن عددا من فصائل المعارضة المسلحة في إدلب تندمج مع ما يعرف بالجيش الوطنية وهو جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية التي تدعمها تركيا في الشمال الغربية مما يثير مخاوف من اتساع نفوذ أنقرة في محافظة إدلب السورية دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بيفون التونسيين داخل وخارج البلاد إلى الإقبال بكثفة على الاقتراف الانتخابات التشريعية التي انطلقت منذ الأمس في الخارج وتنطلق غدا بالداخل ورجح بيفون أن الهيئة قامت بالتنبيع على المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئيسية المبكرة نبيل القروي وقيس سعيد بعدم الترويج لأي قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية واحترام الصمت الانتخابي الذي بدأ اليوم ويحضر خلال فترة الصمت الانتخابي على المرشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة كما يحضر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات ويحضر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب حانورامانيل متواصلة معكم وفيها بعد الفوصل الاقتصادي انطلقوا جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الكورية شمالية حول برنامج بيونج يانج النووي في السويد أولى وقفاتنا في هذه الفترة الإخبارية شاملة متابعة الأخبار المالي والأعمال معكم في القولة الاقتصادية زميل محمد سليمان لك محمد أشكرك أحمد وشكرا لك نجلاء أهلا بحضرتكم أخبارنا الاقتصادية في بانراما الرابعة وتتابعون فيها وزارة التخضيط تستهدف تدريبة 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة أهلا بكم أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدداً من القرارات الخاصة بإنشاء 19 غرفة صناعية ومن بين تلك القرارات إنشاء غرفة صناعية تسمى غرفة صناعة الحرف اليدوية تضم الصناعات التي يقوم بمزاورتها الحرفي معتمداً في عمله على مهاراته الفردية واليدوية بالإضافة إلى غرفة صناعية تسمى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تضم الصناعات نشر وتكريف الأخشاب والقشرة والأخشاب الصناعية وصناعة الأثاثات الخشبية بجميع أنواعها وباقي منتجات الأخشاب والفلين وصناعة الألواح ذكرت وزارة التخطيط أن الانتقال لعاصمة الإدارية الجديدة سيساهم بشكل كبير في خطة الإصلاح لكونه يعد انتقالا إلى حكومة ذكية إلكترونية واضحة الوزارة أنه يتم التركيز في الفترة الحالية على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال تراجعت أسعار الذهب بقيمة جنيهين فقط السبت في السوق المصرية بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميا حيث تراجع سعر أقية الذهب من 1509 دولارات إلى 1504 دولارات وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر رواجم في مصر سجل نحو 683 جنيها للجرام في حين وصل سعر جنيه الذهب إلى 5464 جنيها أكدت وكالة ستاندرد عند بورز التصنيفات الاعتمانية للمغرب عند ترابل بي سالب فاصل اي سالب 3 وعدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة بالنظر إلى مساعي تعزيز الميزانية وضفت الوكالة أنها تعتقد أن خط الوقاية والسيولة الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2018 يدعم الاستقرار المالي الكلي للمغرب كما أشرت كالة ستاندرد عند بورز إلى أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس توقعاتها بأن العجز في الميزانية من المنتظر أن يتحسن تدريجيا ليصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 أمهل قائمون على قطاع الوقود في لبنان المسؤولين في الدولة 48 ساعة لحل الأزمة الناتجة عن النقص الشديد في الدولار الأمريكي اللازم لاستراد المشتقات النفطية وهدد قائمون على قطاع الوقود بإضراب وإغلاق محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في حال لم يتم التوصل إلى حلول كما هدد قائمون على شركات الصرافة بالتوقف التام والكامل عن العمل وذلك اعتراضا على تعرضهم لملاحقات قانونية وأمنية على خلفية اتهامهم بالتلاعب بسعر صرف الليرة في مقابل الدولار كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات هذا الأسبوع من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية لكنهم سيبقون على ثلاث مناطق ضمن الأراضي التابعة للولايات المتحدة في القائمة ووضع الاتحاد قائمة سوداء وأخرى رمادية للملاذات الضريبية في ديسمبر 2017 وذلك بعد الكشف عن برامج واسعة الانتشار للتهرب الضريبي تستخدمها شركات وأثرياء لخفض فواتير الضرائب وتخضع القائمتان لمراجعة دورية لمتابعة الإصلاحات التي تجري أو لإضافة ولاية قضائية جديدة استدعت الحكومة الإسبانية السفيرة الأمريكية في مدريد للتعبير عن رفضها الكامل لأية رسوم جمركية أمريكية جديدة على بضائع من الاتحاد الأوروبي مؤكدة أنها سترد وبقوة في حال فرض هذه الرسوم وقضت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع بأن بعض الدعم الذي تدفعه دول الاتحاد الأوروبي لشركة إيرباس غير قانوني وهو ما يعطي الولايات المتحدة الحق في الرد بفرض رسوم جمركية على بضائع من الاتحاد وتقدر إسبانيا أن الرسوم الجمركية الجديدة التي قالت واشنطن أنها ستفرضها على منتجات من بينها النبيذ والجبل ستؤثر على صدرات بحوالي مليار يورو سنويا تأتي أخبارنا الاقتصادية واستكمال البانوراما مع زميلي أحمد فؤاد ونجلية جعفري تفضل شكرا لك محمد استأنفت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المحادثات نوية على مستوى العمل في السويد وذلك بعد توقف دم أشهر وسط تفاؤل حذر بشأن احتمالات التواصل إلى حل وسط ذكرت مصادر عالمية أن المبعوثة الأمريكية الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون ونظيره الكوريا الشمالية كيم يونج جال اجتمعا بالعاصمة ستوكولم ومن المتاقع أن يتبادل الطرفان مواقفهم الأساسية خلال الاجتماع وتمثل هذه المحادثات أول مفاوضات رسمية منذ القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الكوري شمالي كيم يونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق عودة لشأن المحلي وتحت شعار قلبي هو قلبك نظم مركز شباب الجزيرة بالتعاون مع الجماعية المصرية لأمراض القلب مبادرة بهدف تواعية الشباب بخطورة أمراض القلب وكيفية الوقاية منها كما تناولت المبادرة أيضا تقديم الفحص الطبي المجاني على هامش فعاليات المبادرة والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب نظم مركز شباب الجزيرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب مبادرة تحت شعار قلبي هو قلبك احتفالا باليوم العالمي للقلب وذلك بهدف نشر الوعي الصحي والحد من مخاطر أمراض القلب والتي تعد من أكثر أسباب الوفاء انتشارا في العالم الجمعية على مدار شهر كامل نزلت لأماكن كتير قوي أهمها النوادي اللي هي فيها تجمعات كبيرة جدا تعمل حملات توعية تقيس الضغط للجمهور السكر الكوليسترول زائد محاضرات للتوعية والوقاية من أمراض القلب ودي استمرت على مدار شهر كامل تزامنا مع الاحتفالية الكبيرة وهي الاحتفال بيوم القلب العالمي وبدأت الفعاليات بمرث للجري أعقبه فحص طبي مجاني وعدد من المحاضرات التسقفية لأساتذة القلب للتوعية بنمط الحياة الصحية عندنا أكتر من ألف ونص واحد حاضر الحملة القومية للجمعية المصرية لأمراض القلب للتوعية ضد أمراض القلب أمراض القلب زي ما احنا عارفين هي السبب الوفاة الرئيسي عند العالم كله ست وراجل كل مصريين طبعا أكتر ناس برضو بيصابوا بأمراض القلب معادلة مصري تقاوية تغير حياة المصريين 0354530 0 لسمنة ماشي 3 كيلو يوميا أو 30 دقيقة 4 دقيقة في الأسبوع أخذ خمس قطع صلط أو فكأة يوميا مرتين سمك في الأسبوع ضغط يكون مصبوط دهول يكون مصبوطة ولا سمنة ولا سكر يهدف اليوم العالمي للقلب إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحية وعادات غذائية جيدة والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب تعد أمراض القلب السبب الرئيسي والأول للوفيات حول العالم ولكن مع زيادة نشر الوعي وتعزيزه سيكون بالإمكان السيطرة على أمراض القلب وعوامل الخطر المسببة لها لذلك جاءت هذه المبادرة الهامة لتوعية المواطنين والنشر الثقافة الطبية اللازمة لهم ندى إبراهيم أخبرنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل الرياضية تواصل أعمال ومنافسات سباق الهيجنة في مدينة شرم الشيخ ونتابع أخبارنا في هذه الساعة حيث تتواصل أعمال وفعاليات سباق الهيجنة الذي وقاموا للمرة الأولى على أرض مصرية بمدينة شرم الشيخ تأتي فعاليات السباق بدعم من اتحاد الهيجن دولة الإمارات العربية المتحدة سلالات خاصة من الإبل اجتمعت كلها هنا بمهرجان الهيجن الدولي بشرم الشيخ والتي تقطع مسافة أربعة كيلو مترات هي مسافة السباق مقسمة على عشرة أشواط وتوزع الجوائز على المراكز العشرة الأولى أشكر الأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المادي فهذه الرياضة تربطنا ارتفاع جيد بدول الخليج والحمد لله مرت البطولة اليوم يومها الثاني على تقريب عشرين شوط وباقي عشر أشواط تقريب البطولة كاملة ثلاثين شوط منها أشواط المرسن ومنها باقي الأشواط للسن حسب تناسب الجمل ذا عرص بيعتبر لنا احنا أهل البادية وطبعا ذا مطلب كان مطلب من السيدة المحافظة وبحقيقة حقق الحلم والحين في الوقت الحاضر كانت كل احتفالية أكتوبر طبعا احنا احتفالية أكتوبر ذي عندنا فرحة كبيرة لكل أهل سيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة سباق الهجنة بحسب قواعده التحكمية يتكون من عدة حكام موزعين على عدد من الخطوط وفوق الأبراج فضلا عن مراجعة كاميرات المراقبة لحسم الجدل حول ترتيب الإبل في السباق لين التحكم دي هي اللين يتعتبر آخر إنجاز العمل يعني نهاية العمل بيهو لين التحكم لهم طلعوا لنتاج النهاية هم اللي يبدأوا النتائج لهم مواقع في الموقع نفسه يعني مثلا في حكم ستوبوتش اللي هو الساعة التومي قاتل في حكم موقع عالي يعني يعتبر مثلا منصة عالية في حكم بداية ونهاية في حكم تدريجي يعني مثلا بتحرك مع الإبل هو جمل لازم يكون أصيل من سللات الجمال دي سلولات يعني عندنا المحرق جمل السلالة نيدري النهاردة جبل أولا وهو يعني اسم على المسمى انت اسمعت المحرق وحرقه عمال مزيعي شفت المزيع عايزي قطع نفسه معاه مش لاحل مش لاحل يتكلم فيعني احنا من مدة ونكلفه وندربه وعلى الجري مئات الإبل شاركت بالسباق على مدار يومين بالإضافة إلى مشاركين من مختلف الأندية العربية في رياضة يأمل محبيها أن تحظى بشعبية عريضة هو الوسيلة الوحيدة في الوديان وكان له دور كبير فعلينا أن نحيي هذا التراث وننميه وندعمه فأنا بطالب وزارة الشباب بدعم الأندية عامة لهذا السباق وهذا الأندية لأن هذه السباقات لها أهمية كبيرة في الدول العربية والدول الأوروبية لأنها تراث بيئي له خام خاص على همش المهرجان تقام فعليات غنائية من الفرق البدوية الخاصة بالتراثة مرتبطة برياضة الهجنة كرنفال هو الأول من نوعه بمدينة السلام يجمع أهم الرياضات المرتبطة بالتراثة فمن سيناء إلى السعودية والإمارات كان سباق الهجنة همزة الوصل بينهم على مدمار عالمي في أرض مصر لهذه المسابقة من مدينة شرم الشيخ رمضان المطعني وفي ختم هذه الساعة الإخبارية تذكرة بأبرز العنوين تجدد المظاهرات في ظل لإطلاق رصاص حي بالعاصمة العراقية بغداد وارتفاع حصيلة احتجاجات العراق لنحو مئة قتيل وأكثر من أربعة آلاف جارية الجيش الليبي يعلن سيطرته على الأجواء ومحاصرة عناصر قوات الوفاق في دواحي ترابلوس تركيا تعلن أنها ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا وقوات سوريا ديمقراطية تعلن أنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم تركيا غير مبرر وصلنا مشاهدين لختام هذه البانوراما الإخبارية شاملة جاءتكم من شاشة أنيل للأخبار من القاهرة شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة